ضربة جديدة لتنظيم الإخوان المسلمين مرشد الجماعة الهارب منذ شهرين إلى سجن طرى بعد القبض عليه دون مقاومة مختبئا بشقة سكنية بمنطقة رابع العدوية حيث سيواجه تهما عديدة منها التحريض على القتل وتشكيل تنظيم إرهابي لحرق الكنائس ومؤسسات الدولة إخوان لا يستخدمون العمد الشرطة هي التي تزج بيئة البلطقية داخل هذه الفعاليات لأحداث العنف ووصم الطيار الإسلامي الإخوان المسلمون صارعوا لإعلان النائب محمود عزة مرشدا مؤقتا للجماعة اختيار اعتبره المنشقون عن الإخوان مؤشرا على استمرار نهج العنف حيث تشير المعلومات إلى هروب عزة إلى غزة منذ بداية الأزمة ومنها يدير عمليات إرهابية ضد الجيش في سيناء خلال الأيام اللي فاتت هتلاحظوا أن أي مظاهرة اللي كان المسلمين الذي يتصدى لها هم أفراد من الشعب المصري وأنه بعد رفعها السلاح ضد الشعب المصري لم يعود لها مكان لا في الدعاءة الدينية ولا في العمل السياسي أما الرئيس المصري المؤقت فأعلن حالة الحداد الرسمي ثلاثة أيام على قتل الشرطة الخمسة والعشرين في مجزرة رفح الثانية على يد إرهابيين عدد ضحايا الشرطة منذ فضي اعتصام الإخوان تجاوز المئة بينما يتجاوز العدد الإجمالي سلاثمائة شرطين قتل وسبعة آلاف مصاب منذ ثورة يناير عام 2011 مجموعة من الإخوان يتعدى عددهم من الخمسة ألاف شخص تقريبا كانوا منتظرين قدام الجمعين في مركز شرطة طامية فضلوا معانا لجاية مزاكرة بتاعتنا خلصت وهجمونا وطبعا اعتدوا علينا كلنا وقتلوا أحد الساة الزباط وأحد الأمناء بينما اتهم وزير الثقافة المصري الإخوان المسلمين بتدمير متحف ملوي للآثار الفرعونية في صعيد مصر وسارقة أكثر من ألف قطعة أثرية المجلس العسكري وعلى صفحته الرسمية أزال غموضا تاريخيا بعدما حمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية حريق القاهرة في منتصف القرن العشرين وكذلك حريق القاهرة الثاني مؤخرا المجلس قال أن الأحداث الأخيرة أظهرت بوضوح للشعب المصري مدى ارتباط الإخوان بجماعات الإرهاب بما فيها تنظيم القاعدة هشام مهران ام تي في القاهرة